اشتركوا في القناة القمر اليوم بالسرطان ورح ينتقل للأسد رح يكون في منزلة الجبهة وهي المنزلة جيدة للصلح والاتفاق بين الشركاء والضغط على العدو طبعا بالنسبة للزوايا أول زاوية رح تكون زاوية تقابل سلبية بين القمر وبلوتو رح تكون في تمام الساعة أربعة مساء يعني مع الحلقة تقريبا بتدفع بعض الأشخاص للتسلط ومحاولة فرض سيطرتهم على الآخرين ممن حولهم من الأصدقاء وأفراد العائلة أما بالنسبة للزاوية التي تريها هي زاوية تقابل سلبية رح تكون بين القمر والمشتري رح تكون في تمام الساعة سبعة أو تسعة وعشرين دقيقة مساء يجب توخي الحذر ممن يحاولون استغلال طيبتنا وكرمنا طبعا مع الزاوية هاي مباشرة بصير في خلو المسار خلو المسار حكينا بيبدأ ساعة سبعة وتسعة وعشرين دقيقة مساء وبيستمر حتى تمام الساعة وحدة وصد دقائق فجرا هذا يعني أن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار انتهاء خلو المسار الساعة وحدة وصد دقائق فجرا بيكون القمر استقر في برج الأسد تأثير القمر على كافة الأبراج لما بيكون موجود في الأسد بيكون الناس من حولنا في هاي الفترة أكثر كرم مما اعتدنا من الناحية المادية والعاطفية بيكون التركيز حول الاستمتاع والترفيه وتبادل العاطف مع الحبيب بوسعنا التقرب من المسؤولين ومحاولة الحصول على بعض المطالب العادلة بوسعنا اقتراض المال واستثمار واقتناء حلية ثمينة والتحلي بالشجاعة وارتداء ملابس هنيقة بتلفت انتباه الآخرين إلنا أما الزاوية التي تليها هي الزاوية الفلكية هي زاوية التقابل سلبية رح تكون بين القمر وزحل رح تكون الساعة 24 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج من واجه مصاعب وعراقيل بتطلب مننا أن نبدو الجهد لنتغلب عليها بأنفسنا وأن لا نعتمد على الحضوض بفتقر البعض للشجاعة اللازمة لمواجهة مشاكلهم فبيلجوا للهروب إلى الماضي بدل من مواجهة الحاضر أما بالنسبة للزاوية التي تريها هي زاوية تربيع سلبية رح تكون بين القمر وعطارد رح تكون في تمام الساعة 10 و46 دقيقة ظهرا بعض الأشخاص بيشغلوا فكرهم في استحضار ذكريات من الماضي لا طائل منها وبتجعلهم مزاجي طباع أما الزاوية الأخيرة اللي رح تكون هي زاوية تربيع سلبية رح تكون بين القمر وورانوس رح تكون في تمام الساعة وحدة وعشرين دقيقة عصرا بتخلق لدينا شعور بالملل من أي عمل روتيني يفضل أخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر مننا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك هيك بتكون انتهت الزاوية الفلكية لهذا اليوم القمر حكينا انه موجود في الأسد دخلوا المسار القادم بيكون يوم واحد خمسة رح يكون في تمام الساعة اربعة واربع دقائق مساء يعني رح يكون بعد الحلقة عشان هيك ما رح نذكره احنا في توقعات واحد خمسة نذكره يوم توقعات اثنين خمسة بيستمر حتى تمام الساعة خمسة وخمسة وثلاثين دقيقة صباحا لا ينتقل بعدها القمر لا برج العذراء عمر القمر القمر انحسار المربع سبع ايام في تمام الساعة سبعة وثلاثة وثلاثين دقيقة صباحا بيصير ثمان ايام نسبة الاضاءة خمسة واربعين في المية اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الثور حتى عشرين خمسة المزاج منتحس القمر في السرطان والاسد حتى يوم اثنين خمسة المزاج منتحس عطارد في الثور حتى يوم احداش خمسة المزاج ممتزج الزهرة في الجوزاء حتى يوم ثلاثة عشر خمسة بعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه سعيد المريخ في الدلو حتى ثلاثة عشر خمسة مزاجه سعيد المشتري في الجدي حتى يوم اربعة عشر خمسة وبعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه منتحس زحل في الدلو حتى احداش خمسة وبعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه منتحس اورانوس في الثور حتى يوم 15-8 وبعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه ممتزج نبتن في الحوت حتى يوم 23-6 وبعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه سعيد بلوتو في الجدي بيتراجع حتى يوم 14 طبعا مزاجه منتحس وحكينا انه مزاج منتحس يعني انه نحس تماما طول اليوم مزاج سعيد سعيد طول اليوم مزاج ممتزج يعني بتقلب طول اليوم بين سعادة ونحوسة في اكثر من ساعة يعني بتلاقيه مثلا ربع ساعة بيكون سعيد بعدين برجع ساعة منتحس بعدين ربع ساعة بعدين ساعة بعدين اشياء مثل هيك فبنكتب ممتزج انه بظل متقلب طول اليوم بين سعادة ونحوسة وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا بما أن القمر اليوم امتقل للأسد معناته اليوم بتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وقضاء وقت ممتع معهم فترة مثمرة إيجابية بتستعيد إشراقتك وبتسحر الكثير بحضورك الباهر الجو مناسب لتلبية الدعوات باستطاعتك المبادرة الظروف ملائمة للمغازلة والمصالحة ولتكرار المحاولة أما بالنسبة للبيت الأول فهو جيد جدا خلال هذا النهار فاليوم بتلاقي شخصيتك أحسن بتلاقي في عندك طاقة كبيرة بتدفعك لا اتجاه إنجاز كثير من الأمور والاهتمام برضو بشكلك الخارجي يعني مع نفسيتك برضو بتهتم بقصة شعرك بتهتم بلبسك بتهتم بهندامك بالأمور هاي أما بالنسبة للبيت الثاني فهي برضو بتعطي مزايا جيدة على المستوى المالي ممكن تجيب بعض الفرص المالية اللي من تيجي يا إما من عمل إضافي يا إما بتيجي استرداد لأموال أو بعض القيم المالية اللي بتكون لا إلك وبتحاول إنك تستردها أما بالنسبة للبيت الثالث فهو جيد على مستوى الاتصالات والمواصلات والنقاشات وبرضو على مستوى الدراسة والأمور اللي إلها علاقة بالحركة أو الاهتمام بالسيارات أو بأجهزة الهاتف أما بالنسبة للبيت الرابع فأنا شايف البيت الرابع شوي يعني بكون في نوع من أنواع الضغط ولكن مش هالضغط الكثير حاول إنك أنت تستفيد وتقرب بين وجهات النظر اهتم بالمتطلبات أو بالمسئوليات أو بالأشياء المطلوبة منك ممكن تهتم ببعض المشتريات أو اللوازم أو اهتمام بوضع عائلي معين نوع من الإصلاح أو أشياء من هذا القبيل وفي منكم ممكن يهتم إما بصحته أو بصحة أحد المقربين أما بالنسبة للبيت الخامس فهو جيد جدا خلال هذا النهار بيدعمك مثل ما ذكرنا في بداية التوقعات بالنسبة للبيت السادس برضو ممتاز جدا بتحاول اليوم تنجز كثير من الأعمال المطلوبة منك وفي منكم ممكن يهتم بوضع صحي أما بالنسبة للبيت السابع فأنا شايف الأمور برضو جيدة على مستوى بيت الشراكة بتدعم من علاقتكم مع الشركاء وبتعمل نوع من أنواع التقارب ما بينك وبينهم ولكن حاول أنك ما تفرض سلطتك عليهم أما بالنسبة للبيت الثامن فأنا شايف الأمور برضو يعني فيها نوع من أنواع الإيجابية ولكن أنه ممكن تكثر عندك المصاريف أو المتطلبات المالية ممكن تهتم بفوتير أو التزامات مالية أو أشياء لها علاقة بالدفعات أو القروض أما بالنسبة للبيت التاسع فهي جيدة على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد وهي بتعمل نوع من أنواع التقارب إما للإطمئنان أو لنشاطات بالمراسلات وفي منكو ممكن يهتم بأمور لها علاقة بإطمئنان على بعض الأشخاص أو على صحة بعض الأشخاص أو أشياء من هذا القبيل وفي منكو ممكن يهتم بأوراق قانونية أو أشياء لها علاقة بالمحاكم أو مراسلات لأجل معاملات سفر أو أشياء شبيهة بهذا الموضوع أما بالنسبة للبيت العاشر فهو جيد اليوم على مستوى الأعمال مع المؤسسات الكبيرة فهذا بيعمل نوع من أنواع التقارب ما بينك وبين زملائك بالعمل أو رؤساك بالعمل وممكن تنجز كثير من المهام من خلال مساعدتهم لإلك أما بالنسبة لبيتك 11 فما زالت الأمور على مستوى بيت الصداقة شوي بتعمل نوع من أنواع الأرق إما هي مسائل لها علاقة ببعض الأصدقاء ممكن أنهم استفزوك أو أنهم استغابوك أو أنهم ممكن عملوا شيء استفزك أو ممكن شيء بحدث معهم بلفت انتباهك فبتحزن عليهم أو بتتعاطف معهم أما بالنسبة لبيت المتاعب فأنا شايف الأمور يعني فيها نوع من أنواع الضغط فعشان هيك هاي بتجيب بعض التوترات الصحية أو بعض التقلبات الصحية وفي منكم بيهتم بإنجاز بس الأعمال الضرورية فقط لا غير برج الثور بتحتل الأمور البيتية والعائلية القسط الأكبر من تفكيركم تجدوا تعاون من أفراد العائلة ممكن تضطر للإهتمام بتصليحات منزلية أو غيرها أهم شيء أنك ما تفقد الاتزان وثقتك بالأحبة يعني ممكن تقلق بشأن صحة أحد أفراد العائلة أو ربما مسألة شخصية أو مصاريف إضافية أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف أنه فيه على المستوى النفسي اليوم فيه تقلب في المزاج لأنه بما أنه موجود القمر بالبيت الرابع فهذا تربيع مع بيتك فعشان يكي بيعمل نوع من أنواع الخلل طول اليوم ما بين إيجابي وما بين سلبي أهم شيء ما تفقد السيطرة على نفسك وتعصب أما بالنسبة للبيت الثاني فهو جيد على مستوى الأمور المالية فمنكم يهتم بأمور العلاقة بالدفعات أو بتحصيل بعض الأموال اللي بتعود له أو تحصيل مكاسب مالية بتيجي عادة من عمل إضافي بس أهم شيء يحاولوا يقللوا من مصاريفهم أما بالنسبة للبيت الثالث فهو جيد على مستوى الاتصالات والمواصلات وعلى مستوى الدراسة وعلى مستوى النقاشات عندك سرعة بديهة عالية وبتقدر تقنع أي شخص بوجهة نظرك ولكن حاول أنك ما تعصب أما بالنسبة للبيت الرابع فكما ذكرناه في بداية التوقعات بالنسبة للبيت الخامس بيت العاطفي فأنا شايف الأمور العاطفية جيدة بتدعمك بشكل قوي اليوم وممكن تعزز بعض العلاقات العاطفية أو التعاطف مع بعض الأحبة أما بالنسبة للبيت السادس فهو جيد فممكن اليوم تنجز كثير من الأعمال المطلوبة منك وممكن تهتم بشؤون صحية أما بالنسبة لبيت الشراك المالية والعاطفية يعني بيت الأزواج فهو روتيني تماما فبتتعاملوا على حسب طبيعتكم وعلى حسب العلاقة ما بينك وما بين الأزواج أما بالنسبة للبيت الثامن فهو بدعمك بشكل قوي على مستوى الأموال المشتركة فممكن اليوم برضو تهتم إما بقروض أو بعض الدفعات المالية أو الاهتمام حتى لو بجمعية أو بعض الأشياء المالية اللي ما بتعود لك يعني بتكون أنت مؤتما عليها أو عندك طريقة حسابها أما بالنسبة للبيت التاسع فأنا شايف على مستوى الاتصالات الخارجية الأمور يعني بتكون روتينية ما بتكون بالقوة الكاملة ولا بالضعيفة يعني بتهتم باتصالات مهمة أو مع أشخاص مهمين أو أشخاص يعني في علاقة وثيقة ما بينك وبينهم إما للإتمئنان عليهم أو للتواصل معاهم وفي منك بيهتم بأوراق قانونية أو معاملات أو دراسة أو امتحانات أما بالنسبة للبيت العاشر فهو جيد على مستوى العمل بالمؤسسات الكبيرة فبتقدر تنجز اليوم كثير من الأعمال أو من المتطلبات اللي مطلوبة منك من خلال المؤسسات الكبيرة ممكن بالتعاون مع زملائك أو رؤسائك بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 فما زالت الأمور أقل حدية من الأيام الماضية على مستوى الأصدقاء فعشان هيك بتظل الأمور نوع من أنواع التوتر أو القلق على صحة أحد الأحبة أو المعارف أو الأصدقاء أو نوع من أنواع سوء التفاهم اللي بيغلب خلال هذا النهار أما بالنسبة لبيت المتاعب فهو روتيني تماما ما في لا إيجابية ولا سلبية فبيدفعك بإنجاز الأعمال الضرورية والمهمة والاهتمام شيئا ما بصحتك برج الجوزاء بتكثر لديكم الاتصالات والتنقلات ومنكم ممكن يخرج في نزهة قصيرة وبيكون عندكم تعامل مع أخ أو جار تتمتع بسرعة بديها وخاطر باستطاعتك مناقشة الأمور الصعبة وطرح أفكار جديدة تحصل على فرصة جديدة لتفسير مشاعرك وبتبرر مواقفك بتنشط في التنقلات والاتصالات أما بالنسبة للبيت العول فأنا شايف الأمور جيدة على المستوى النفسي فاليوم أنت طاقتك كبيرة ونفسيتك ممتازة ومشحونة طاقك يعني رائعة جدا أما بالنسبة للبيت الثاني فأنا شايف الأمور على المستوى البيت المال اليوم ممكن يصير برضو أمور إلها اهتمامات بالأمور المالية زي تحصيل أموال أو ممكن الاهتمام ببعض المسائل المالية أو ممكن التحصيل على مكاسب من عمل إضافي أما بالنسبة للبيت الثالث فكما ذكرنا في بداية التوقعات بالنسبة للبيت الرابع جيد يعني شوي فيه الأمور فيه نوع من أنواع التقارب أو التعالف ما بينك وبين أفراد العائلة وهذا بيجعل فيه نوع من أنواع التقارب بتقدر اليوم تحلوا بعض المشاكل أو تعملوا نوع من أنواع المصالحات فيه منك رح يهتم ببعض الأعمال المنزلية أو الاهتمامات المنزلية مثل تصليحات ترتيبات أو مشتريات يعني الأمور إجمالا جيدة أما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي برضو الأمور يعني مشحونين بطاقة عالية جدا عاطفيا فممكن اليوم إما أنه يتحن لشخص معين أو يخطر على بالك شخص معين للتواصل معاه أو التقارب معاه أو حتى يمكن الإطمئنان على حاله وفيه منك رح يشعر بمشاعر متضاربة زي نوع من أنواع الحنين أو الحزن على علاقة ما أما بالنسبة للبيت السادس فأنا شايف على مستوى العمل برضو اليوم تقدروا تنجزوا كثير من الأعمال المطلوبة منك وفيه منك رح يهتم بشؤون صحية أما بالنسبة للبيت السابع فهو جيد على مستوى الشراكي برضو بعمل نوع من أنواع التقارب ما بينك يعني فيه نوع من أنواع التالف أو الصلحة أو أشياء برضو ممتازة ما بينكو بين الشركاء لهم لا زواج أما بالنسبة للبيت الثامن يعني الأمور المالية اللي ما بتعود لكم يعني اللي الديون الأمور المواريث الأمور الغيبيات هاي الأمور اليوم رح تهتموا فيها بشكل كبير وفيه منكم ممكن يهتم بأمور محاسبية أو الديون أو التزامات أما بالنسبة للبيت التاسع فهو جيد برضو على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام فيهم وفيه منكم ممكن يهتم بلغة أو دراسة معينة أو حتى امتحانات أما بالنسبة للبيت العاشر فهو ضاغط عليكم على مستوى العمل بالمؤسسات الكبيرة فممكن يكون متطلبات العمل كثيرة أو ممكن أنه يوكللك عمل اليوم يكون شوي يعني زيادة عن طاقتكم فأنتوا تتدمروا منه أو ممكن تتأخروا عن الدوام حاول قدر الإمكان أنك أنت ما تتأخر عن دوامك وتتعاون أنت وزملائك لإنجاز هذا العمل أما بالنسبة لبيتك 11 فما زالت الأمور على مستوى الصداقة والعلاقات يعني فيها نوع من أنواع العصبية أو الحدية أو نوع من أنواع القلق ممكن تتوتر بسبب تصرف أحد الأصدقاء أو ممكن يصير فيه أمر معين يزعجك أما بالنسبة لبيت المتاعب فهو تقريبا منقدر نحكي أنه فيه نوع من أنواع الضغط فعشان هيك منقول لك حاول تنجز الأعمال الضرورية فقط حاول أنك تراقب صحتك تأخذ قسط كافي من الراحة وحاول أنك تأخذ برضو من فترة لأخرى شيء له علاقة بالرقابة الصحية برج السرطان تم فرصة لمكسب مالي من عمل إضافي مع هيك بتقديروا بالكم من أي خطوة مالية جديدة لأسيما شراء حاجية ثمينة حاول أنك تعالج الاستحقاقات المالية بعقل لا تتسرع بتوظيف الأموال دقق بالتفاصيل ممكن تطمئن خواطرك نوعا ما من شيء له علاقة إما بالمردودات المالية أو نوع من أنواع المكاسب يعني في مجالة أنها تتحسن المعنويات عندك بشكل ملحوظ خلال هذا النهار أهم شيء أنك تتفاعل أما بالنسبة للبيت الأول فاليوم شخصيتك أحسن فبتلاقي فيه نوع من أنواع الاستقرار النفسي عندك وبرضو مشحون بطاقة كبيرة أما بالنسبة للبيت الثاني فكما ذكرنا في بداية التوقعات بالنسبة للبيت الثالث يعني فيه نوع من أنواع النقاشات اللي ممكن تصدر خلال هذا النهار أنت عندك قدرة على الإقناع وعندك سرعة بديهة عالية ولكن أهم شيء أنك ما تحتد وما تعصب أما بالنسبة للبيت الرابع فهي جيدة على مستوى البيت فهي بتعملك نوع من أنواع التقارب أو المصالحة أو الاهتمام في أعمال بيتية أو بعض الأمور اللي إلها علاقة بالصيانة بالترتيب بالمشتريات أما بالنسبة للبيت الخامس فأنا شايف على المستوى العاطفي ممكن شوي هيك يكون فيه نوع من أنواع الضغط فحاول أنك أنت تمسك عصابك ما تتوتر وما تعصب اتجاه الحبيب وفيه منكم ممكن يقلق بشأن حبيب أما بالنسبة للبيت السادس فالأمور جيدة بتدعمك على مستوى العمل فاليوم ممكن تنجز كثير من الأعمال المطلوبة منك وممكن تهتم برضو بشؤون صحية أما بالنسبة للبيت السابع فشايفه أنا روتيني يعني مش هالضغط الكبير ولكن برضو بحمل نوع من أنواع يعني التقلب في المزاج أو الحدية في المزاج اللي ممكن أنها تسبب نوع من أنواع النفور أو ردات الفعل أما بالنسبة للبيت الثامن فبنقول لك دير بالك من الالتزامات المادية أو طلب دين بدون ما تكون عارف حالك رح تسده أو لا وبرضو يعني حاول أنك ترتب شو عليك دفعات بشكل جيد أما بالنسبة للبيت التاسع ففي نوع من أنواع الضغط على مستوى يعني الإشي اللي إله علاقة بالخارج بالسفر بالأشخاص خارج البلاد امتحنات جامعية دراسة جامعية كلها هاي فيها نوع من أنواع الضغط عشان هيك منقول اللي عندهم امتحنات يحاولوا أنهم يدرسوا ما يعتمدوا على الحضوض واللي عندهم مراسلات ما يحاولوا يعصبوا وفي منكم ممكن يسمع خبر بتعلق بأحد الأشخاص شوي يعني يكونوا من خارج البلاد شوي يزعجوا أما بالنسبة للبيت العاشر فأنا شايفه روتيني ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي خلال هذا النهار ولكن برضو بتقدر تنجز بعض الأعمال بمساعدة زميل أو رئيسك بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 فهو ضاغط على مستوى الأصدقاء ما زالت الأمور فيها نوع من أنواع الشحن أو العصبية أو القلق فعشان هيك ممكن يتقلق على صديق أو على وضع معين أو ممكن أنت تنضغط بسبب تصرف أحد الأصدقاء اللي ممكن يزعجك أما بالنسبة لبيت المتاعب فهو روتيني ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي حاول تنجز الأعمال الضرورية وحاول أنك تأخذ قصد كافي من الراحة برج الأسد طبعا اليوم بما أن القمر موجود عندكم بتبدأوا اليوم فترة أفضل من سابقتها بتعدي لكم نشاطكم المفقود بوسعكم المبادرة بخطوة جديدة بتدعم مركزكم الاجتماعي انفراج وتقدم الموس بعد مراوحة لها فترة وركود عليك التحلي بحكمة وواقعية خصوصا بحل الأمور بتشتد عزيمتك وبترتفع المعنويات وبتستعيد سيطرتك وممكن اليوم تحقق نجاح بمسألة معينة أما بالنسبة للبيت الثاني فأنا شايف أن الأمور على المستوى المالي برضو ممكن اليوم تلمس بعض التطورات أو بعض الانفراجات إما تحصيل رواتب أو أموال دعم أو ممكن من أعمال إضافية أما بالنسبة للبيت الثالث فهو جيد برضو على مستوى النشاط وعلى مستوى الاتصالات والتواصل والاهتمام بأمور العلاقة بالنقاشات أو الامتحانات سرعة بديهتك عالية ومعنوياتك برضو مرتفعة تهتم بأمور العلاقة إما بالسيارات أو التليفونات أو الأجهزة الإلكترونية أما بالنسبة للبيت الرابع فأنا شايف البيت الرابع شوي يعني ممكن لسه بسبب لك بعض التوترات المفاجئة اللي بتيجي على مستوى البيت إما الالتزامات الزيادة أو بعض الخلافات أو ردات الفعل العصبية اللي ممكن تظهر من وقت لآخر أو ممكن مسؤولية بيتية ضاغطة عليك أما بالنسبة للبيت الخامس فأنا شايف الأمور العاطفية جيدة خلال هذا النهار بتدعم من عاطفتك وبرضو بتعزز أي علاقة عاطفية وممكن يكون فيه نوع من أنواع التقارب أو الإطمئنان على الحبيب أما بالنسبة للبيت السادس فأنا شايف الأمور على المستوى العمل والصحة برضو مدعومة عندك قدرة على إنجاز كثير من الأعمال وعندك نشاط عالي وبرضو فيه عندك اهتمام بصحتك من ناحية إما الحفاظ على الوزن أو التغذية أو برنامج غذائي معين أما بالنسبة للبيت السابع فأنا شايف فيه نوع من أنواع الضغط اليوم ممكن شوي يأزم عليك بعض الأمور وممكن أنه تفقد شوي من طاقتك خلال هذا النهار فعشان يحاول أنك ما تعصب كثير اتجاه الشريك شريك المال أو العاطفة وحاول برضو أنك أنت تراعي وضعك الصحي أما بالنسبة للبيت الثامن فأنا شايف الأمور على مستوى البيت الثامن الإهتمام بالدفعات والأموال والالتزامات هي أكثر شيء بأرقق خلال هذا النهار فممكن تقلق من دفعات معينة أو التزامات مالية أما بالنسبة للبيت التاسع فأنا شايف الأمور إيجابية على مستوى الاتصالات البعيدة أو التواصل مع أشخاص خارج البلاد وممكن تدعيم علاقة معينة أو ممكن تقلق بشأن صحة أحد الأشخاص من خارج البلاد اللي عنده امتحان أو عنده دراس اليوم بنجز بشكل جيد أما بالنسبة للبيت العاشر فأنا شايف الأمور جيدة برضو تقدر تنجز أعمالك بمساعدة زميل أو رئيسك بالعمل أو التعاون في إنجاز بعض الأعمال أما بالنسبة لبيت الأصدقاء فأنا شايف العلاقة مع الأصدقاء ما زالت فيها نوع من أنواع الضغط إما تصرف بعض الأصدقاء يعني شوي بيخليك تعصب أو ممكن أنه تقلق بشأن صديق معين أو خبر ممكن يزعجك أما بالنسبة لبيت المتاعب فهو جيد فانت آمن اليوم من بيت المتاعب فعشان هيك مشحون بطاقة كبيرة وفي نفس اللحظة فيه شيء ممكن يساعدك وينشي لك من أي موقف ممكن يكون حساس برج العدراء طبعا بما أنه القمر صار موجود في بيت متاعبكم معناته بيسيطر التعب عليكم حاول أنك تنظم أمورك وحاول أنك تحافظ على صبرك المعهود أثناء تصريف أمورك والتعامل مع الغير أهمش أنك ما تتدمر من أي تأخير أو سوء تفاهم أو التباس حاذر من البدء بأي شيء جديد وما تسمح للقلق أنه يسيطر عليك ويعني يسبب لك شوية أنك ما تقدر تنجز كثير من أعمالك لأنه نشاطك اليوم بكون ضعيف أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف أنه اليوم عندك تقلب في المزاج عشان هيك بتلاقي حالك لحظات نشيط لحظات مبسوط لحظات منرفز لحظات مرهق في عندك تقلب كثير اليوم بس طبعا سبب ضغط بيت المتاعب وجود القمر في بيت متاعبك فبضغط على بيت شخصيتك أما بالنسبة للبيت الثاني فأنا شايف الأمور يعني شيئا ما في بعض الاهتمامات المالية أو تحصيل بعض الأموال أو الأشياء اللي إلها علاقة ببعض المستردات المالية في منكم ممكن يحصل على بعض الأموال بتيجي من عمل إضافي أما بالنسبة للبيت الثالث رغم كل هاي الضغوط ولكن عندك نشاط بتقدر تنجز كثير من المهام اليوم بس حاول إنك ما تغامر وما تدخل بنوع من أنواع التهور خوفا من الحوادث على الطرقات واللي بيشتغلوا في البيوت أو ستات البيوت يديروا بالهم من الإصابات داخل المنزل اللي عنده امتحان أو عنده دراسة بده يركز بشكل جيد أما بالنسبة للبيت الرابع فهو على مستوى البيت شوي في أمور بيتية أو عائلية بتقلقك شوي أو إلها علاقة بالعقارات ممكن تسبب لك نوع من أنواع التوتر أو إنك تفقد السيطرة على شيء معين فتعصب والثور أما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي يعني في نوع من أنواع التقلبات في المزاج عندك اليوم فهذا ممكن يسبب لك يعني إما نفور الحبيب منك أو أنت اللي تنفر من تصرفات الحبيب أو تتحسس من موقف معين أهم إشي إنك ما تعصب أما بالنسبة لبيتك السادس فأنا شايف على مستوى العمل في ضغط كبير فعشان هيك اليوم ممكن يتراكم عندك العمل وما تقدر تنجز كثير من أعمالك وبرضو بدك تراقب وضعك الصحي بشكل واسع وبشكل كبير إذا يعني تستلزم الأمر حاول إنك تستشير طبيبك أما بالنسبة لبيت الأزواج بيت الشراك المالية والعاطفية فهو روتيني تماماً فعلى حسب طبيعتك وعلى حسب تعاملكم بينكم بين أزواجكم بتكون طريق التعامل كل يوم أما بالنسبة لبيتك الثامن برضو روتيني على مستوى الأموال المشتركة فبرضو على حسب وضعك أنت بتتعامل في الأمور المالية بالنسبة للبيت التاسع فهو جيد على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد وفي منكم رح يهتم بأوراق قانونية أو معاملات قانونية وفي منكم ممكن يصير فيه نوع من أنواع التعامل على أشياء مراسلات أو اتصالات كثيفة أما بالنسبة للامتحانات فمنقول اللي عنده امتحان بده يركز بشكل جيد وما يعتمد على الحضوظ أما بالنسبة لبيت العاشر فأنا شايف الأمور على مستوى العمل ممكن يرهقك بعض المسائل العملية حاول أنك ما تتأخر عن دوامك وما تشوه سمعتك أما بالنسبة لبيتك 11 فأنا شايف الأمور شيئا ما فيها نوع من أنواع التوتر مع صداقة أو مع علاقة معينة ممكن شوي تغضبك أو ممكن تزعل بسبب شيء بصير مع أحد الأصدقاء أما بالنسبة لبيت المتاعب فأنا شايف بيت المتاعب زي ما ذكرنا القمر موجود فيه زي ما ذكرنا في بداية التوقعات برج الميزان طبعا بتكون حاولة تستغلوا الأيام هاي لأنه القمر كمان يومين بده ينتقل لبيت متاعبك فحاول أنك تنجز كل الأعمال المهمة أو اللي بتقدر عليه من أعمال مهمة قبل ما يوصل القمر لبيت متاعبك للعذراء فعشان هيك بنقولك أنه الفترة هاي أنت بتنشط إجتماعيا وممكن يصير عندك لقاءات في بعض الأصدقاء منكم ممكن يتلقى دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أطلب المساعدة وما تتردد بتقديم المساعدة بدورك في نوع من أنواع التحالف مع الزملاء والأصدقاء والجيران أهم شيء أنه ما تبقى وحيد حاول أنه برضو إذا عندك أعمال بيقدروا زملائك أو في العمل أنهم يساعدوك فيها أطلب برضو المساعدة منهم أما بالنسبة للبيت الأول فاليوم برضو نفسيتك أحسن وعندك ثقة عالية بنفسك تقدر تنجز كثير من المهام رغم كل الضغوطات أما بالنسبة للبيت الثاني فشايف أنا الأمور المالية وروتينية خلال هذا النهار ولكن ممكن بعضكم يلجأ لطلب بعض الدعم من بعض الأصدقاء أو يهتم ببعض الدفعات أو الالتزامات أو المشتريات أما بالنسبة للبيت الثالث فأنا شايف الأمور على مستوى النقاش والحركة عندك نشاط عالي اليوم فعشانك ممكن تهتم بالاتصالات وبالمواصلات وبالحركة وبالنقاشات وبالامتحانات وكلها هاي بتكون دعميتك ولكن اللي عنده امتحان بقوله يحاول أنه يجتهد شوي وما يعتمد على الحضوظ أما بالنسبة للبيت الرابع فأنا شايف البيت الرابع يعني شوي في نوع من أنواع الضغط بيتسبب لك نوع من أنواع النفور أو التوتر أو حتى الملل ممكن الأعمال تكون رتيبة لدرجة أنك تمل من تكرار العمل هذا حاول أنك تشحن حالك بطاقة وتعمل نوع من أنواع التقارب ما بينك وبين العائلة في منكو ممكن يهتم ببعض المشتريات أو التصليحات أو الترميمات البيتية أما بالنسبة للبيت الخامس فأنا شايف ضاغط على مستوى العاطفي فعشان يكي بسبب لك نوع من أنواع التوتر العاطفي إما أنك بتعصب على الحبيب أو بتقلق بشأنه أما بالنسبة للبيت السادس فأنا شايف الأمور عن مستوى العمل اليوم تقدر تنجز كثير من الأعمال المطلوبة منك وبرضه بإمكانك تهتم بشأن صحي أو مراجعة صحية أما بالنسبة للبيت السابع فأنا شايفه روتيني على مستوى الشراكة اللي هو بين الأزواج فبتتعاملوا ما بينكو بين الأزواج على طبيعتكم أما بالنسبة للبيت الثامن فبرضه في نوع من أنواع الضغط على أمور مالية أو التزامات مالية أو مشتريات يعني ممكن أنها تكون ضاغطة عليك أو مش بوقتها أما بالنسبة للبيت التاسع فهو جيد جدا بيدعمك بقوة فعشان هيك اليوم في نوع من أنواع الاتصالات الحثيثة ما بينكو بين أشخاص خارج البلاد أو ممكن أنه يكون امتحانات جامعية أو للإطمئنان على حالهم من وضع معين حاول أهم إش أنك تركز بشكل جيد وإذا كان عندك امتحان وفي منكم ممكن يهتم بأوراق قانونية أما بالنسبة للبيت العاشر فعلى مستوى بيت العمل بتقدر تنجز كثير من الأعمال المطلوبة منك بالمساعدة أو بالتعاون ما بين زملائك أو رؤسائك بالعمل وبرضو يعني الوضع آمن بالنسبة للبيت السمعة أما بالنسبة للبيت 11 فكما ذكرنا في بداية التوقعات أما بالنسبة للبيت 12 يعني شوي مش روتيني ولكن برضو بتقدر تنجز بعض الأعمال ولكن بدك تراقب وضعك الصحي بشكل محدد برج العقرب بيتركز اهتمامكم حول المحافظة على مصالحكم في مجال العمل يوم مناسب للي بيبحث عن عمل أو بدو يدعم وضعه في العمل أهميش أنك تقدم أفضل ما عندك لعلك تحقق إنجاز أو تحرز تقدم مفاجئ ممكن ترغب يعني أو تظهر بعض المتاعب العائلية أو ترغب ببعض المصالحات أو ممكن يكون فيه أشياء شخصية أو يكون فيه مطلوب منك إنك تكون يعني على قدر المسئولية يعني تنحط فيه فترة صعبة هيك إشي تمتحن جهوزيتك إنك إنك جاهز ولا لا أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف أنه الأمور على المستوى النفسي شيئا ما فيها نوع من أنواع الضغط فهذا بسبب لك اليوم نوع من أنواع التقلب في المزاج على أكثر من مرحلة خلال هذا النهار بسبب لك نوع من أنواع التوتر والتقلب وبرضو ممكن يكون فيه نوع من أنواع الحدية في الطباع أما بالنسبة للبيت الثاني فأنا شايف الأمور على المستوى المالي يعني روتينية فيه الاهتمام في بعض المصاريف أو بعض الدفعات ولكن كأمور إنه يجيك فلوس يعني هاي على قليل جدا من موليد برج العقرب اللي ممكن يحصلوا على بعض المبالغ المالية أما بالنسبة للبيت الثالث فأنا شايف الأمور جيدة على مستوى النقاشات والحركة يعني عندك نشاط وبرضو بتقدر تنجز كثير من المهام خلال هذا النهار وفي منكم ممكن يهتم بأمور العلاقة بالامتحانات أو بالدراسة هاي بدها شوية يعني ما تعتمد على الحضوض بدك تعتمد على جهدك أما بالنسبة للبيت الرابع على مستوى البيت أنا شايف الضغط كبير لدرجة أنه المسئوليات كبيرة أو الحمل عليك رح يكون كثير خلال هذا اليوم إذا ما صار فيه نوع من أنواع التعاون ممكن أنه اليوم أنت تشتكي أو تتضمر أو ممكن تحتد أو تعصب حاول قدر الإمكان أنك توزع المهام وما تحتد إنجز اللي بتقدر عليه بدون ما تحمل مسئولية غيرك أما بالنسبة للبيت الخامس فأنا شايف على مستوى العاطفة يعني ممكن تقلق بشأن حبيب أو ممكن يكون فيه نوع من أنواع التوتر في علاقة عاطفية أما بالنسبة للبيت السادس فهو جيد على مستوى أنك بتقدر تنجز كثير من الأعمال خلال هذا النهار ولكن عندك تهتم لصحتك برضو ما ترهق حالك كثير عشان الشد العضل اللي حكينا عنه يوم أمس والأكتاف ومنتصف الظهر وأسفل الظهر أما بالنسبة للبيت السابع بيت الشراك المالي والعاطفية فهو روتيني ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي بالنسبة للبيت الثامن يعني ممكن تهتم ببعض المشتريات أو المستحقات المالية أو الترتيبات المالية أو الالتزامات المالية أما بالنسبة للبيت التاسع فهو جيد على مستوى الاتصالات البعيدة أو التواصل مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام بمسائل الهلاقة بالأوراق القانونية أو بعض المعاملات اللي عندهم امتحانات جامعية بدهم يدرسوا ويركزوا بشكل جيد أما بالنسبة للبيت العاشر فهو كما ذكرنا في بداية التوقعات بالنسبة لبيتك 11 يعني شايف فيه نوع من أنواع التقلب بإعلاقة ما بينك وبين أحد الأصدقاء اللي ممكن تسبب لك بعض ردات الفعل السلبية أو العصبية حاول قدر الإمكان أنه أنت يعني ما تأزم الأمور كثير وممكن بعضك يعني يقلق بشأن صديق أو معرفة أما بالنسبة لبيت المتاعب فأنا شايف الأمور جيدة يعني ما فيه أي خطر ولكن إن شعرت بشيء صحي يعني طارق حاول أنك يتوخذ قسط من الراحة يتستشير طبيبك إن دعت الحاجة برج القوس طبعا اليوم جيد جدا بيدعمك بقوة بتنشطوه في أمور إلها علاقة بالسفر أو الاتصالات البعيدة أو ممكن تشارك في حملة أو ورشة عمل بتشتد رغبتكم في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم ممكن تلتقي بوجوه أو آراء أو ثقافات مختلفة أجواء لطيفة بتحيط بحياتك وهذا يعني شيء جميل ممكن تتعزز العلاقات الاجتماعية والعائلية الفترة مثمرة على جميع الأصعدة وممكن تحصل شيء له علاقة بالأوراق القانونية أو معاملات قانونية أو دعم قانوني أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف الأمور جيدة على المستوى النفسي مشحون بطاقة كبيرة وبتقدر اليوم تنجز كثير من المهام بسبب النفسية الحلوة أما بالنسبة للبيت الثاني الأمور المالية تقريبا في نوع من أنواع التأزيم أو بعض الأمور أو المتطلبات المالية أو المصاريف يعني بيقلق شوي الشأن المالي أما بالنسبة للبيت الثالث فأنا شايف أنه اليوم في نوع من أنواع الحدية والعصبية اللي ممكن تظهر عندك فجأة حاول أنك تمسك يعني أعصابك قدر الإمكان وما تنفعل وما تعصب الأمور بتمشي بشكل جيد لأنه الجو إيجابي فما في داعي للعصبية استغل الفرص الإيجابية اللي عنده امتحان أو عنده دراسة اليوم خصوصا على المراحل الأساسية بده يركز بشكل جيد وما يعتمد على الحدوض أما بالنسبة للبيت الرابع فأنا شايف روتيني تماما ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي عشان هيك الأمور شوي بكون فيها نوع من أنواع يعني السلام أو نوع من أنواع الروتين في إنجاز بعض المهام أو المشتريات أو الأعمال البيتية أما بالنسبة للبيت الخامس فأنا شايف الأمور العاطفية اليوم عندك عالية جدا فممكن تواصل مع الحبيب أو الاهتمام فيه أو الاطمئنان على صحته أو حتى التواصل معه أو تقارب أو مصالحة أما بالنسبة للبيت السادس فأنا شايف على مستوى العمل اليوم تقدر تنجز كثير من الأعمال المهمة بالتعاون ما بينك وبين أحد الزملاء أو أحد المعارف أو ممكن حد يدعمك أما بالنسبة للبيت السابع فعا مستوى بيت الشراكي برضو الأمور جيدة يعني بين الأزواج ممكن يصير فيه نوع من أنواع المصالحة أو التقارب خلال هذا النهار أما بالنسبة للبيت الثامن فأنا شايفه روتيني ما فيه لا شيء لا إيجابي ولا سلبي بتتعامل فيه على طبيعتك أما بالنسبة للبيت التاسع فكما ذكرنا في بداية التوقعات بالنسبة لبيتك العاشر برضو جيد على مستوى الأعمال مع المؤسسات الكبيرة وبتقدر تنجز كثير من الأمور والمهام خلال هذا النهار وممكن يصير عندك برضو اهتمام ببعض المعاملات إلى علاقة بالمؤسسات الكبيرة أما بالنسبة لبيتك 11 فأنا شايف على مستوى البيت الـ 11 يعني فيه نوع من أنواع الضغط هذا بسبب لك نوع من أنواع التوتر أو العصبية بسبب بعض الأصدقاء أو صديق معين أو قلق على صديق بسبب ضرف معين أما بالنسبة لبيت المتاعب فبدك تدير بالك حاول أنك ما ترهق حالك كثير راقب وضعك الصحي بشكل جيد وحاول أنك تأخذ قسط كافي من الراحة برج الجدي طبعا اليوم بتعيد تنظيم أموركم المالية المشتركة من جهة ثم فرصة لمكسب يا من شراكة يا من تعويض ولكن من جهة أخرى بدك تدير بالك من أي شراكة مالية خلال هذا اليوم ما بناسبك إطالة الخلاف والزعل حاول أنك تسارع لتقريب وجهات النظر باستطاعتك إدارة المفاوضات بشكل جيد ولبق ممكن تناقش موضوع العلاقة يا إما إرث يا إما موضوع مالي أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف على المستوى البيت الأول نفسيتك أحسن من الأيام اللي مضت مشحونة بطاقة إيجابية عالية ممكن هاي يتساعدك في إنجاز كثير من المهام أما بالنسبة للبيت الثاني فأنا شايف أنه في ضغط على المستوى المالي مصاريف أو اهتمام بدفعات أو التزامات مالية وفي منكم ممكن أنه يهتم ببعض الأمور اللي لها علاقة بالديون أما بالنسبة للبيت الثالث فهي جيدة على مستوى النقاش والاتصالات والمواصلات والاهتمام حتى بأمور العلاقة بالامتحانات كلها إيجابية أما بالنسبة للبيت الرابع فأنا شايف على مستوى البيت ممكن يظهر لك بعض الضغوطات أو القلق بشأن مسألة عقارية أو الاهتمام ببعض المشتريات أو التصليحات أو الترميمات أما بالنسبة للبيت الخامس فهو جيدة ممكن تساعدك وتدعمك في بعض الأمور العاطفية وتعمل نوع من أنواع التقارب العاطفي ما بينك وبين الحبيب أما بالنسبة للبيت السادس فأنا شايف الأمور برضو جيدة إنك اليوم تقدر تنجز كثير من الأعمال المطلوبة منك وحتى وضعك الصح اليوم أحسن أما بالنسبة للبيت السابع فشايف في ضغط على مستوى بيت الشراكة عشان هيك الأزواج هم أكثر ناس بدهم يديروا بالهم خلال هذا اليوم من الحدية وردات الفعل العصبية بين الأزواج بينهم وبين بعض حاولوا أمسكوا عصابكم ما في ذاعي لتفاقم الخلافات أما بالنسبة للبيت الثامن فكما ذكرنا في بداية التوقعات بالنسبة للبيت التاسع يعني جيد بدعمك على مستوى أوراق قانونية أو معاملات قانونية أو أمور إلها علاقة بأوراق سفر أو حتى بأشياء إلها علاقة بالامتحانات الجامعية أهم شيء أن نحاول أنك ما تندفع برضو وما تتهور خلال هذا النهار أما بالنسبة للبيت العاشر فشايفوا أنا روتيني ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي على مستوى العمل مع المؤسسات الكبيرة أما بالنسبة لبيتك 11 برضو فيه نوع من أنواع الضغط بسبب علاقة أو صداقة أو معرفة أو توتر معين أو قلق بشأن صديق أما بالنسبة لبيتك 12 فالأمور جيدة على مستوى بيت المتاعب يعني بتدعمك شوي فبتساعدك على إنجاز بعض الأعمال المهمة والضرورية وممكن تهتم بشؤون صحية أو رقابة صحية أو أخذ بعض المكملات أو الأعشاب اللي ممكن إنها شوي تساعدك بتجاوز بعض الآلام أو بعض التراجعات الصحية برج الدلو طبعا اليوم بترغبوا في تدعيم شراكتكم يوم مناسب للقيام بعمل بالطلب تعاون من طرف تاني لكن بدك تدير بالك إنك ما تنفعل وحاول الإضاءة على الإيجابيات خلال هذا النهار ما بينفعك التوتر ولا الجدال عالج كل التطورات بموضوعية وأعصاب باردة ما تتسرع برضو في اتخاذ القرارات وبما إن القمر مقابلك مباشرة يعني هذا طاختك ضعيفة فممكن تعمل لك بعض الأعراض الجانبية أو الصحية أو تراجعات الصحية أما بالنسبة للبيت الأول فالبيت الأول أنا شايف أنه فيه تقلب شوي على المستوى النفسي ممكن هذا شوي يسبب لك بعض التقلبات اليوم بالمزاج أما بالنسبة للبيت الثاني فأنا شايف على المستوى المالي روتيني ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي ويعني أمور على حسب طبيعتك وعلى حسب عملك أما بالنسبة للبيت الثالث فأنا شايف الأمور جيدة على مستوى الاتصالات والمواصلات وعندك سرعة بديهة عالية حتى بالنقاشات اليوم تقدر تقنع أي شخص بوجهة نظرك أهم شيء إنك ما تعصب وفيه منكو اللي عندهم امتحانات وخصوصا بالمراحل الأساسية بدهم يهتموا بدراستهم وما يعتمدوا على الحضوظ أما بالنسبة للبيت الرابع فبيشكل لك نوع من أنواع التوتر على مستوى البيت ممكن تنفعل أو تعصب من مسألة معينة أو تحتد بسبب تراكم الأعمال المنزلية أو بسبب تصرف أحد أفراد العائلة أو ممكن الاهتمام ببعض الأعطال أو المشتريات أو الأعمال المنزلية اللي بتكون مربكة أما بالنسبة للبيت الخامس فهو جيد على المستوى العاطفي فاليوم ممكن يتحن لشخص أو لحبيب أو لا علاقة قديمة أو ممكن يخطر على بالك شخص معين تحاول أنك تتواصل أنت وياه خلال هذا النهار أما بالنسبة للبيت السادس فما بدأ أقول لك روتيني ولكن أنه بتقدر تنجز بعض الأعمال المهمة خلال هذا النهار وممكن بمساعدة زميل أو صديق أو رئيسك بالعمل ولكن برضو بدك تهتم لوضعك الصحي بالنسبة للبيت السابع زي ما ذكرنا في بداية التوقعات بالنسبة للبيت الثامن ممكن تهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة إما بالديون أو بعض القروض أو الالتزامات المالية اللي ممكن اليوم يكون في إلها استحقاق أو بترتبها قبل موعدها أما بالنسبة للبيت التاسع فهي جيدة على مستوى أمور السفر أو أوراق سفر أو معاملات أو أوراق قانونية أو أمور إلها علاقة بالنقاشات أو دراسة لغة جديدة أو حتى امتحانات جامعية كلها هاي الأمور بتكون جيدة أما بالنسبة للبيت العاشر بيت السمعة برضو جيد جدا بيدعمك بقوة وفي منك رح ينجز كثير من الأعمال اليوم بالتعاون مع زميل أو صديق أما بالنسبة لبيتك 11 يعني شايف العلاقات الصداقة ما زالت فيها نوع من أنواع التوتر هذا بسبب لك إما أنه زعل أو انزعاج من تصرف صديق أو ممكن قلق على صديق من ضرف معين أما بالنسبة لبيت المتاعب فأنا شايف على مستوى بيت المتاعب شوي في بعض الضغوط ولكن أنه مش قوية فعشان هيك بتقدر تنجز بعض الأعمال ولكن إذا شعرت برغبة أو حاجة للراحة حاول أنك تستريح وتأخذ قسط كافة من الراحة وإذا شعرت أنه برضو اليوم بدك تهتم بشأن صحي شفته زيادة عن اللزوم ما تتأخر واستشير طبيبك برج الحوت طبعا اليوم ببدأ العمل بالتراكم عندكم تدريجيا يعني القمر الآن موجود في البيت السادس لا إلك عشان هيك كل التركيز بكون على العمل وعلى الصحة حاولوا تنجزوا فقط ما بوسعكم دون المبالغة في إنجاز الأعمال انتبهوا لغذائكم وراحتكم ما تسمح للواجبات بالتزامن يعني أنه تنشغل في أكثر من عمل مع بعض ولا بالتراكم حاول تنجز الأعمال الضرورية كون أكثر تنظيم وأحسن إدارة الإدارة وتجنب إثارة العدوات وإهمال وضعك الصحي خذ قسط كافي من الراحة وإهدأ وكون عند حسن الظن أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف على المستوى البيت الأول والنفسية والشخصية نفسيتك متقلبة خلال هذا النهار يعني أكثر من أمر ممكن يصير عندك مرة وحدة يعني يا عصبية يا راحة يا انبساط يا عادي سلام وبتهتم في حالك يعني تقلب كامل بكون في المزاج خلال هذا النهار أما بالنسبة للبيت الثاني فأنا شايف يعني شوي الأمور المالية ممكن أنه خربطك اليوم أو تهتم فيها وممكن يكون بعض الالتزامات أو سداد بعض الأموال اللي بتعود لك أما بالنسبة للبيت الثالث فهي جيدة على مستوى الاتصالات والمواصلات والتواصل والإقناع ولكن بدك تدير بالك من شحنة العصبية اللي ممكن تظهر في لحظة حاول أنك تشحن حالك بطاقة إيجابية وما تنفعل وبرضو أثناء القيادة دير بالك من التهور أما بالنسبة للبيت الرابع فأنا شايف الأمور على مستوى البيت برضو وفيها نوع من أنواع الحدية فهي بتطلب منك الهدوء وبتطلب منك الحكمة في التصرف حاول أنك تقارب بين وجهات النظر مع أفراد العائلة وفي منكم ممكن يهتم ببعض الالتزامات أو بعض المشتريات أو الترميمات والتصليحات المنزلية أما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي شوي في تذبذب في العلاقة العاطفية عندك اليوم فممكن إما أن الحبيب شوي يزعل منك أو أنت تزعل من تصرف بسبب أنه ما أخذ الفكرة أنه أنت اليوم نفسيا مش مرتاح أما بالنسبة للبيت السادس فدير بالك زي ما ذكرنا في بداية التوقعات بالنسبة للبيت السابع يجيد على مستوى الشراكي يعمل نوع من أنواع التقارب أو التواصل ما بينك وبين الشريك وممكن يعمل نوع من أنواع الإنسجام أو يتعاطف معك الشريك ويساعدك في مسألة معينة أما بالنسبة للبيت الثامن فهو روتيني تماما على مستوى الأموال المشتركة فعشانيك بنقولك روتيني على حسب طبيعتكم تتعاملوا أما بالنسبة للبيت التاسع فهو جيد على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد وفي منكم بيهتم بأوراق قانونية أو مساء القانونية أو بدراسة لغة أو نشاطات باتصالات كثيرة اللي عندهم امتحانات جامعية بس بدهم أدولا يركزوا ما يعتمدوا على الحظ أما بالنسبة للبيت العاشر فأنا شايف أنه شوي بيت السمعة جيد وإيجابي بيدعمك فعشان هيك ممكن تستعين ببعض الأصدقاء أو المعارف لإنجاز بعض الأعمال أو المهام أو حتى بطلب إجازة أما بالنسبة لبيتك 11 فشايف الضغط كبير عليك خلال هذا النهار فعشان هيك برضو أمور الأصدقاء بتأرقك إما أنه صديق بيتصرف تصرف بيزعجك أو أنت بتنزعج بسبب حدث معين بصير مع صديق يعني شوي بيخليك نوع من القلق عليه أو التوتر على وضعه أما بالنسبة لبيتك 12 فشايف الأمور روتينية تماما على مستوى بيت المتاعب فممكن تنجز بعض المهام أو بعض الأعمال وبتكون بشكل إيجابي وبتدعمك بقوة وفي منك ممكن يهتم ببعض المسائل الطبية يا إما أنه صرف أدوية يا إما مراجعة طبيب هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء